بعد إعلان الأمم المتحدة الانتهاء من نقل النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة نوتيكا فإن الخطر الذي كانت تشكله صافر وشغل الرأي العام المحلي والعالمي لا يزال قائما نظرا لعدد من المعطيات كون التهديد ليس في الناقلة صافر بحد ذاتها وإنما في بقاء النفط على متن سفينة راسية بدون أي صيانة لفترات طويلة خبراء مختصون بالبيئة شككوا في نجاح الخطة الأممية لإغلاق ملف الناقلة صافر كونها تتضمن بقاء النفط على الناقلة البديلة نوتيكا لعام ونصف آخر وهو ما يبقي التهديد قائما ما قد يكون له تداعيات بيئية خطرة على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر رغم الأموال التي رصدت وجمعت من المانحين لتمويل تكاليف إنقاذ الناقلة صافر إلا أن النتيجة تبقى كما هي عليه إذ أن الناقلة البديلة ستحتاج مستقبلا لعمليات صيانة وبالتالي جمع أموال من المانحين لتكاليف صيانتها ما لم فإن الخطر قادم لا محالة وبهذا نكون في دائرة مفرغة من التهديد والوعيد وجمع الأموال وتنفيذ خطط لا طائلة منها سوى إبقاء السفينة ورقة بيد الحوثي لابتزاز المجتمع الدولي والإقليمي أيضا وبيد الأمم المتحدة كوسيلة للتكسب وجمع الأموال تحت درائعة فادي كوارث بيئية فيما يرى آخرون أن إبقاء الملف معلق كما هو عليه يرمي في الأخير إلى توفير منصة للميليشيا لتصدير نفط مارب فيما إذا وصلت الأطراف إلى اتفاق لتقاسم ثروات مارب مثق محللين سياسيين بناء على واقع جديد بعد توقف تصدير النفط من منصات التصدير في شبوى وحضر موت وأمام ذلك كله يقلل مختصون من أهمية الانتقادات الموجهة للخطة الأممية كون الناقلة البديلة صالحة كخزان للنفط لمدة ثلاثين عاما وصنعت بشهادات تأمينية وبمعايير أكثر حداثة من تلك التي صنعت فيها الناقلة صافر حسب تأكيدات منصق الشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد جيرسلي